موسيقى موسيقى بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين الحلقة الأولى مبارك شعب مصر وعمل يدي آشور سلام الرب يا أحباب الرب اليوم نبدأ حلقتنا الأولى من برنامج أولاد الرافدين مع قناة الحياة المسيحية من هم آشور العراق؟ من هم كلدان العراق؟ لو نلقي نظرة على الكتاب المقدس في الشعياء 19 23 إلى 25 مكتوب في ذلك اليوم تكون سكة من مصر إلى آشور فيجيء الآشوريون إلى مصر والمصريون إلى آشور ويعبد المصريون مع الآشوريين وفي ذلك اليوم يكون إسرائيل ثلثه لمصر ولآشور وبركة في الأرض بها يبارك رب الجنود قائلا مبارك شعب مصر وعمل يدي آشور وميراثي إسرائيل عندما نتكلم عن العراق وأرض العراق وتاريخ العراق وخيرات العراق وحضارة العراق وشعب العراق يجب أن نعلم بعض الأشياء المهمة عن العراق أولا أن أول مرسل من الله هو إبراهيم وزوجته سارة ونعلم جميعنا أن أبونا إبراهيم وسارة هما من العراق كما هو مكتوب في 0.9.7 أنت هو الرب الإله الذي اخترت إبرام وأخرجته من أور الكلدانيين وجعلت اسمه إبراهيم هناك من يعتقد بل يؤمن أن من العراق أيضا أول خليقة للبشر أي آدم حواء كانوا في الجنة والجنة هي جزء من هذه الأرض كما هو مكتوب في 0.2.7 إلى 14 وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقي ووضع هناك آدم الذي جبله وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل وشجرة الحياة في وسط الجنة وشجرة معرفة الخير والشر وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة وهناك ينقسم فيصير أربع رؤوس اسم الواحد في شون وهو المحيط بجميع أرض الحولية وحيث الذهب وذهب تلك الأرض جيد هناك المقال وحجر الجزع وأسم النهر الثالث حجيون وهو المحيط بجميع أرض كوش وأسم الثالث حداقل وهو الجاري شرق آشور والنهر الرابع الفرات نعرف من هنا أن أرض العراق هي أرض الخير وأن الله بارك هذه الأرض من خلال شعب الرب اللي موجود بيها وشعب الرب الذي يسكن العراق منذ القديم من المسيحيين قال المسيح عنهم بأنهم نور العالم وملح الأرض إذا النور راح تجي الظلمة واللي يريده عدو الخير هذا إبليس يريد يخلي النور يروح وتجي الظلمة وإذا راح الملح بعد ما كنتها في كل العراق الله بارك العراق منذ تأسيس الأرض وخلق أروع وأجمل المخلوقات اللي هي على صورته آدم وحواء أي الإنسان أرض العراق هي بركة وخير لأنها إرادة الله أخواني وأخواتي هذا إعلان واضح وصريح من الله بأنه سيكون هناك نصرة بعد كل تجربة ونشوف هذا كما ذكر في أشعيات 19 هناك نصرة حييجي اليوم ونجتمع مع بعض شعب الرب من مصر وآشور العراقيين والمصريين أقصد المؤمنين بالرب وعمل الرب والمؤمنين بالمسيح نجتمع ونصلي مع بعض كما حدث في المسرح الوطني اجتماع وصلاة الكنائس من مصر والعراق في العراق هذه بداية لتحقيق النبوءة التي أطلقها الرب على فم أشعياء برغم كل الصعاب برغم كل الأحداث الرب ده يعمل الآن مكتوب عنه أنه هو إله المعجزات بارك الرب الكلدانيين من خلال أبونا إبراهيم والكلدانيين والآشوريين يرمزون إلى أرض العراق في كل أراضيها أرض الأنبياء مثل يونان وقصة نينوة في الموصل وقصة أخرى كثيرة يوجد في الكتاب المقدس فلا سياسي ولا متعصب ولا طائفي ولا متدين ولا ملحد يقدرون أن يمحون تاريخ العراق والمسيحيين يتكلم التاريخ عن المسيحيين وعن أهل العراق وتاريخهم فهم من أهل الحضارات والتاريخ هم أهل البلد الأصليين مع هذا أطلق رئيس الوزراء نور المالكي في كتاب رسمي ولقاء صحفي عن المسيحيين ويدعوهم بالجالية وأقلية المسيحيين فما هي حقيقة المسيحيين إذا إحنا أهل البلد صرنا جالية ونازحين إحنا أهل البلد صرنا لاجئين وأقلية إذا الآشوريين مو عراقيين والكلدانيين مو عراقيين لعد منه بنا هاي الحضارات لعد منه كتاب التاريخ وكل هاي المسلات والقصص والملاحم تاليتها المسيحيين طلعوا ضيوف هي هاي أرض العلماء والأنبياء إحنا أهل البلد مو الدواعش والقاعدة ولا أي حزب ديني مثل حزب الدعوة الإسلامي اللي كان يكتل بينه والمشكلة كلهم أخذوا مكانات ما بقى شيء كلهم حتى القنوات تابعة لحزب فلان وقناة تابعة للدواعش والقاعدة وقنوات عديدة من من قسموا العراق ماكوا مكان باسم المسيحيين صارت قطعة كيك وكل واحد يركض وراء أطماعة قسمتوا العراق سنة والشيعة وكراد وأصحاب القوة والنفوذ القوة مو بالإسلاح القوة بالرب الخالق هو اللي يرجع كل مسلوب أضعاف هو اللي مكتوب عنا رب الجنود ويرد المسلوب هو اللي فوق كل عالي يسود ممكن تقول ليش هس هذا الكلام لأن بعد ما يفيد السكوت نصرخ في وجه كل ظالم ونكون صوت لكل من ليس له صوت حابب أوجه رسالة إلى العراقيين من المسيحيين والصابق واليزيدين وأخوتنا العابرين والمسلمين والمتهدين وأخوتنا الكراد وأخوتنا التركمان إحنا أهلكم إحنا أخوتكم إحنا مو أقلية ولا جالية إحنا أصحاب البلد أصحوا كافي السكتون خلونا نتحد بالحق ونكشف الظالم وما نسكت خلونا نصلي إلى سامع الصلاة نتحد مع بعض نكون قلب على قلب وهاي رسالة إلى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ولكل شخص يطلق على العراقيين والمسيحيين بالأخص إنهم جالية أو أسماء لا تليق بهم مثل أقلية أرجع اقرأ التاريخ وشوف إحنا منه اقرأ التاريخ الحقيقي مو المزورة اللي أنتو تدعون به شوف إنتو منه وإحنا منه إحنا أهل البلد مو عملاء ولا حرامية الله بارك العراق من خلال شعبة من خلال أهله أهل العراق مو على مود الأرض الله خلق الإنسان اللي هو معجزة الله أنتو دمرتوا الإنسان في سبيل أطماعكم ورغباتكم والجشع يا مسيحي العراق ويا أهل العراق من كل الطوائف لشوك تظلون ساكتين تسكتون يا أهل العراق يا أبناء الله يا شعب الله الله خلقنا أحرار الله خلق الإنسان حر وانطاع حقوق ولا توجد أي قوة تقدر أن تسلب حقوق وحريتنا خلونا نصلي من أجل المسيحيين في العراق وشعب العراق بكل الطوائف والأديان والمعتقدات الرب يجمعنا بالحب والطيبة والسلام ونبارك بعضنا البعض مو نكتل بعضنا البعض لأن الرب يتكلم في الكتاب المقدس ويقول سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك وأما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم باركوا لأعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين لأنه إن أحببتم من الذين يحبونكم فأي أجر لكم أليس العشارون أيضا يفعلون ذلك وإن سلمتم على أخوتكم فقط فأي فضل تصنعون أليس العشارون أيضا يفعلون هكذا فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل خلونا نصلي يا رب الكون أنت خلقت الإنسان صنعة إيدك وعدو الخير وعدو الإنسان يريد يدمر صنعة إيدك ساعدنا يا رب وساعد أهلنا أهل العراق ساعد العراقيين يا رب ساعد بلدنا يا رب وإش في الناس المرضى والتعبانة تعبنا يا رب صغار وكبار نساء وشياب وشباب يا رب الكل دا يموت يا رب ارحمنا يا يسوع المسيح يا رب نريد واحد شريف يحكمنا يكون يحب العراقيين ويريد مصلحتهم يا رب ارحمنا ويخاف الله يكون عنده رحمة باسم المسيح نطلب وكل شعب الرب يصرخ في كل مكان من العراقيين ويقول آمين وكل مؤمن يصرخ ويقول آمين أحبابي وأهلي العراقيين ومتابعي قناة الحياة المسيحية حتكون الحلقة الجاية الحلقة الثانية بعنوان الاضطهاد باسم الدين انتظرونا على قناة الحياة الرب بارك الجميع سلام الرب معكم إلى اللقاء بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة